مرحباً معكم مستمعينا ومعنا مباشرةً بستوديو الممثل بيتر سمعان نقل له صباح الخير بيتر صوح النور كيفاك؟ نعم حمد ونحنا كمان لايف عبر الفيسبوك بيج بدعيون يفوتوا على رانا خواندو يحضروا أول بارت من المؤابة اللي رح نكون فيها لايف بدنا نقلك ألف مبروك مسلسل أمير الليل اللي عم ينعرض على شاشة ال LBCI وما عم بسمع حداً إلا ما عم يحضر هالمسلسل يعني خير بالدني وأصلاً من قبل عالم ناطرين لأنه نعمل له كتير بروموشن من قبل ونحكى في كتير والعالم كانت ناطرة هيدا المسلسل فعودتك كانت موفقة جداً وبدور كتير حلو خبرنا أكتر عن فارس عم بعيتولك فارس؟ بلشوا بلشوا عم تفارس أول شي بونجور لألك ولكل راديو ديلتا ولكل المستمعين لكن الدراما اللبنانية الحمد لله أنه عم تتقدم نعم بس أنه تتقدم الدراما اللبنانية بدك تشوف البلد كيف هو الحالة والوضع اللي عم بيصير نعم وبدك على القليلة أنه شعبي آمن باللي عم بينعمل بالبلد يعني الأزمات السياسية والاقتصادية واللي عم بيورطونا إياها السياسيين بديك أنه ما تنعكس على كل شي ببلدنا يعني صارت نحنا منفتخر أنه منقول فنئية أنا جايين من أصول فنئية بس بدنا ما هالعقلية الفنئية دلا مسيطرة علينا الفنئيين هني تجار كانوا يستقبلوا اللي جاي يشلحوا مصرياته ويفللوا ويرجعوا ويزقفوا لحدة تاني جايه وكمان نفس القصة يعني بدنا شوي بهذا البلد نآمن ببعضنا وما نخلي السياسيين يخلونا نرجع نفكر بهذا العقلية ويورطونا العقلية التجارية اللي ممكن من وراها عم بيغطسونا بكتير أشياء بالبلد وعم بيصير لاحظة شو عنا مشاكل يعني نحنا ماشيين بشوت ليبر بالبلد وبدل ما نقدم لقدام عم نرجع لورا وهيدا بينعكس على الحال الدرامي يعني اليوم أنت مع السوشيل ميديا واليوم كل واحد عنده منبر السوشيل ميديا هي مثل بكينة خضرة بتلاقي فيها الأفوكا والأشطا وبتلاقي فيها البناظورة اللي معافني صحيح فيها كل شيء فيها كل شيء سوالواحد بيروح عم تعملي انت تحويجي للبيت يعني إذا انت منيحة وبتعرفيش كيف بديك تاكلها وبتعرفي كيف تحكمي على الأمور فيك تنقل البناظورة اللي مش مضروبة وتخديها على البيت وفيك تنقل الأفوكا المضروبة وتخديها على البيت صح العكس صحيح يعني كرمل هيكي أراء الناس ما بقى مفلترة وقت عافلها صرفيه من جميعه صرفيه من جميعه بس أوقات هيد الأراء أدمنوا البلد رايح بطريقة تمسخر وبطريقة منوا متحمل مسئولية هيدا الشيء اللي عم بيعملوه السياسيين بحق بعضهم وبحق البلد عم بينعكس بسرعة على الناس والناس صايرين أشتر شيء أنه ينتقدوا بعضهم ويتمسخروا على بعضهم أسف عن جد تنرجع لدور فيريس فيريس أنت بتلعب الرجل أريستقراطي صح بيعملوه السياسيين بحب فنانة وبوقتها بنعرف هيدا المسلسل يعني عم نحكيها بالحقبة لألف وتسعمية وأربعين صح بوقتها كان هيدا الموضوع تبو يعني أنه يروح لوحد عملها ليلي هو إذا بهالأيام تبو صحيح فتغير عليك شخصية فيريس عن شخصية أخرى لأنه أنت بتقول ما بتحبي يعني بتفضل أنك تنطر ما تاخد دور على أنك تعمل أدوار متكررة وعم بتكرر نفسك فيها دفنكلي اللي بدي يقوله أنه بفيرس أول شيء نص مناطيع ما بده يعني شهدة مجروحة فيها وما بنسى أنه أنا أول عمل ونجمت فيه اللي كان غنوجة باية كان من مناطيع واللي بدي أقوله أنه نص مناطيع يعني أنا بتشرقه كأني عم بيأخد ملقعة الأكل يعني صرت بعرف نفسها لأنه هذا يمكن رابع عمل بعمله معه نعم شخصية فيريس هو شخصية ما بدي أقول مركبة يعني لأنه أوقات بيفهموا أنه الدور المركب هو دور عنده خفية مرضية أو شيء كمبوزيشيون بتكون بالنفسية وبالجسد أوقات لا دور فيريس هو دور كومبلاكس لأنه عنده دوبلو في بيأخد الإنسان بيأخد الإنسان سو هون الديلام اللي رح يعيشه بين حياة الليل والباسيون تبعيته حياة النهار والحياة الأرستقراطية والتابوز اللي بيفرض عليه المجتمع سو هيدا الكمبوزيشيون بتصور رعطته لفيرس هالبهرات نعم هالعدة اللي حملها معه بالإضافة للأبياج اللي أنا اشتغلت على اللوك تبع فيرس أنا أطلع ما بقى بشبه بيتر سمعان بشبه فيرس بهديك الحقبة وإنت ما عندك مشكلة تغير باللوك يعني حسب الدور هيدا الشيء تعودنا عليك فيه بفنت ليه أبدا لأنه لازم نطلع بقى من عقدة أنه نحن حلوين وما بدنا نبين إلا حلوين إذا دور لازم أطلع فيه بالمجرور لازم أمشي بالمجرور صح هيدا الممثل بالنهاية عم بقدة دور نحن اليوم ما بقى متل سنين الحرب اليوم أنت ببيتك بتعدد على التليفزيون عندك ميتة شانل على الدش سو أنت عينيك شون ريسيبتور عم تقدر تشوفي كل شي شو عم بصير حواليك من الدراما من مسلسلات من سيريز صح سو وقتا بتشوفي برا شو عم بصير بدك تحاولي تطوري حالك بالقدر المستطاع اللي عنا يتا نقدر نطور حالنا بهذا البلد لأنه أنت بتعرفي أنه ظروف الانتاج مش واو من ناحية المقدرات المدية وهيكي تتقدري تطوري حالك تقنيا بدك مقدرات مدية بدك فريق تقني من كل النواحي ميك أب ودقن والحقب الزمنية وكل شي والحقب الزمنية يعني بدك كتير بس كتير حلوين مسلسلات الإيباك لالعالم بتحبها القادة عن جد لأنه ما في مسلسل إيباك بينعرض على التليفزيون إلا ما بتلاقي كل العالم عم تحترم بدالك لأنه أنا برأيي بحس أنه نحنا قديش عايشين بحالة قرف من الوضع الحالي الوضع المعاصر عم نحاول نعمل مثل بريك ونحرب بفلاش باك للماضي للزمن الجميل مع أنه ليك زمن الماضي يمكن بوقتها ما كان هو بالنسبة لأله زمن جميل بس نحنا كومبيرد للعصر الحالي منلاقي أنه زمن الجميل الماضي مع كل لبسه مع كل سياراته مع كل بيوته في هيدا السحر كرمل هيك بتصور هيدا عم بيبين عند الناس فارس الشخصية اللي عم تلعبها بمسلسل أمير الليل بتكون فيها كمان صديق الأمير الأمير عمر اللي عم يلعب دوره الفنان رامي عياش ولا رامي فرجينا مواهب جديدة يعني معودين عليه بالغناء ولكن كمان كل العالم حبته بالتمثيل كيف كان التعامل مع رامي كيف كان الشغل معه رامي تعرفت عليه بالمسلسل لكن وقتا يكون الشخص ابن بيت ما بغير تكون في حاجة يعني وقتا بتكون انت ابن بيت مثلا وبتتعرفي على شاب هو بيكون ابن بيت بيكون في عنديك لفل معين من الطعاة الواحد اللي ما بينزل عنه ومن هوني كي بتبلش تمبنى العلاقة مثل بوزل لأنه يوم عن يوم عم تكتشفي هيدا الشخص وعم بت العلاقة عم بتصير سوبر بروفاشنل بالإضافة لأحترافية عالية وعلاقة إنسانية كتير منيحة إنسان محترم لذيذ يعني حساس حساس كتير بلس بيسلي رامي يعني دايما على السات عم نتسلى مع بعضنا عم ننكت وصار في عندي أنا وياه من نوع ملكامستري إنه عن جد بيناك أنه أصحاب لأنه شفنا هيدا الشيء وأكيد اليوم لما الممثلين ما يكونوا على وفاق قد ما كان كان هيدا الشيء بأسر على العمل وهيدا الغلط اللي بيصير ببعض الأوقات إنسانية كتير حساسة إنه بتقدر تلقط لك تفاصيل وبتحس في خلل في خلل بمحال معين وهيدا اللي ما شفناه نعم الحمد لله أبدا وهيدا اللي شايفين يعني كمان هيك تناغم بين كل الممثلين يعني الممثلين مثل ما ذكرنا رامي عياج دليدة خليل خالد القيش وجه سقر ميس حمدان أحمد كرارة أسعد رشدين ليلة بن خليفة هيام أبو شديد نهلة داوود جهاد الأندري نجلة الهيشم مروان اسم الله يعني مش أخلح هيشم مروان ودليدة بارود إذا ما نغلطان يعني جملنا الكل والمخرج إلي برباري يعني العمل كله متنازل هيدا مش أول مرة بتلعب فيها دور أمام ميس حمدان الممثلين ميس حمدان ثاني مرة ثاني مرة بي كاكوبل يعني صح فكمان هون في كامستري حسينة بينك وبينه وهي ممثلة كمان ما بعرف كيف توصفة حضرتك ميس إنساني يعني كمان أنا ما بحكي على جملائي تأيمن من ناحية تمثلية أكيد لأنه أنا مين تأيمن حدا تاني بس بحكم على الناحية الإنسانية وعلى الناحية التعاطي المهنية نعم ميس شخص احترافي مية بالمية الكامستري خلقت بيناتنا بلشت بعشق النساء وامتدت لهون وبعدني بحس هون بيانت أكتر من عشق النساء التعاطي معها لذيذ اتنينتنا مندعم بعضنا ما حدا عنده الإيجو طبعه تيبين أكتر من التاني لأنه اتنينتنا عنا إيمان إذا حدا بحي الله دور عم بيلعبه مع شخص تاني والتاني كان أضعف منه التاني الشخص القوي كمان بيكله لأنه أنا دايما بقول أنه تمثيل هو مثل طاولة البيمبون إذا بتضرب الطابق وما حدا ردلك هيها ممكن تطلع الطابق برات والتنين بيخسروا بهذه الحالة نحنا بهمنا العمل كله ينجح مش بس بيتر سمعان أو ميس حمدين لحالة تنجح لأنه طبعا ساموير الإيجو طبعا كل شخص بيقول أنا بدي بيين بس إذا منرجع منعمل جردة حساب منقول لازم نطلع من فيلم السينما نقول هيدا فيلم رائع مش الموسيقى حلوة أو ليكوا التصوير بس شو حلو لأنه وقتا منصير نبلش نشرح منكون عم بيبلش يخسر العمل حقوقه أنا بدي أمير الليل بكل عناصره يبينه لأنه هيدا هو بيكون سر النجاح الكبير شخصية فارس رح تلعب هيك بمحل معين تعمل تغيير بمجريات الأحداث في دور هيك شي معين رح يكون إلو علاقة بتغيرات معي قبل دفنت لي دفنت لي فأليكي أنا تأقبل دور لنا هلأ لو بتشوف شو في أسئلة بالدون يعرفوا شو بتدو سيه بس هيكي بنعطيهم شوي دفنت لي فارس دوره كتير محوري خليل إيه أكيد بمكان معين أصلا منا طايع بنصوصها ما بتكتب دور ما عنده شي يعني ممكن يكون دور بحلقتين بس بحلقتين بدي يكون الدور عم بيقول شي شخصية فارس هو شخصية كتير عم بيقول لك عنده كذا خط عنده الخط طبعيته مع العيلة اللي رح تبين بعد شوية مع عيلته عنده خطه مع الأمير عنده خطه مع الفرنسوية وعنده خطه مع ميس نعم سو خلينا نشوف شو هالكمبلاكس اللي رح يمرق فيه وشو هالمشاكل ممكن تخبط على راسه وممكن تكون مترابطة وشو هالاتهامات اللي رح تجيه بوقت معين تيتصارع فيها يعني فيه لعبة كتير حلوة فيه لعبة كتير حلوة فيتر رح نتوقف لحظات قصيرة مع بريك علينة وبعد لبريك بنرجع من تابع حديثنا وأنا بدأ أبدأ كل اللي عم بشاهدونا عبر الفيسبوك إنه يسمعونا على 101.7 و101.9 تابعين معكم مستمعين وامتابعين أيضا مع ضيفنا الممثل بيتر سمعان أو هلأ بتكون تعطوله فارس طفله فارس بيك عملي معظم فارس بيك عفوا كتير مهم عيد البك أكيد البكوات غرتناها من جدود نعملي معروف هيدا الحقب اللي بتعد للألف وتسعمائة واربعين أكيد متل ما ذكرنا بتطلب إنه يكون في لباس معين وبتعرف اليوم الصحافي بتبقى ناطرة على الديئة ومش سعق ويعني كتير صعب إنه نرجع لهيك حقب اليوم بزمن قرن الواحدة وعشرين كله جديد فتم انتقاد بمحلاته معينة وقرينا عن إنه كيف ألف وتسعمائة واربعين ولبسين لباس بيتر سمعان عوينة ريبن ورامي عيش ديار 2016 أكيد أكيد هون حق عامين أنا هيدا البدي أعرف لكن ما في حق عامين في مسلسلتين عمل بكل تفاصيله بلبنان بهيدا بدك فريق بيكلف كتير مصاري كتير كتير مصاري وبده تحضير كتير وانت عارفي إنه نحنا قديش كلفة الانتاج هيدا مسلسل مكلف حوالة ثلاثة ملايين دولار وعم بيمبيع بكافة ليس هلكون عم تشتغلوا فيه صح وعم بيمبيع الحديث اليوم بس الالبي سي عم تعرضو نعم يعني بعد ما نبيع لمخطة عربية بس الالبي سي بتعرضو بيكونوا الجماعة عم بيخسروا أكيد ما بيكونوا عم بيردوا نص الإنتاج أبطوا لا حمد الله حمد الله أنا بديلك شغلي من أول ما بلشت بهالمهنة من أيام أول عمل مع مروان حديد لحديد اليوم بكل ضمير ما بدي قرش من حدا وبكل ضمير ما حدا تأخر علي بدفعته ولا لحظة حمد الله يعني كرمال هيك إذا ناس بتحكي على حدا أنا ما فيني أحكي لأنه أنا حمد الله كان أنت عم تاخد حقوقك أوكي يعني هلأ فينا نعتبر أنه أنت أي خد حقوقك أكيد أنا فهمت غلط بالأول أكيد بقى قصة الملابس والأكسيسوريز أول شيء بخصوص الريبن الريبن طلعت 1937 سبعة وثلاثين صحيح سو وهيدا الموديل سبعة وثلاثين ولا ثلاثة وخمسين سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين أوكي رح فرجيك الصورة لا لا خلاص لا عامل 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 الريسيرت اكزاكلي لأنه وأنا بديد لك شغلي لكن المعلومات اللي انحطت بالصحافي كم من هني ينبشوا عن معلومات صحيحة ما بديد لك شغلي أنه نحنا أنه وقت بنا ننتقد خلية ننتقد مضبوط هو أوقات الصحافة مع احترام الأعلون أريه شو مكتوب صحيح ريبن سنس 1937 طب الموديل اللي أنا لابسه معك حق الموديل اللي أنا لابسه هو شبيه كتير بموديل كان ينعمل بهديك الحقبة في سمول ديتيل منه البرمة من تحت مش هي زيتة 100 أوكي فاين ما رح نلاقيه أصلا يعني مش ممكن نلاقيه معلش مع احترامي الكبير للمنتقدين يعني دايما بحيالله شي بنعمل لازم دايما تطلعي للجانب المشرق للشغلي قبل ما تطلعي للدارك سايد لأنه هي إذا أنت شخص بوزيتف بحياتك بتقولي برافو عليون حيريني يسيبوا الموديل بس ما بيقدروا يجيبوه هو زيته لأنه مش رح يقدروا يصنعوا عمينات بس جايبين الروحية إذا شخص نجاتيب بيقول يا كيف ليش لأنه هو بيكون البروجيكشن لنفسيته أفضل هو سلبي إكزاكلي أنا ما رح رد على هيد السلبيات رح أنا شخص إيجابي دايما بتطلع بقول حمد الله عم نقدر نتقدم حمد الله لو أنا ما كنت بغير عمل ونجح وتقدم ويقول برافو عليهم أنا تقدمت كمان لأنه من وراها المسلسل الجاية رح يقدمنا كلنا وهلأ من ورا أمير الليل أكيد كل شي رح يطلع رح يكون يمكن كمان فشخة لقدام وهذا بينجدنا كلنا كان في صعوبات خلال التصوير يعني اللوكيشنز متعددين نمو نقرة جينيريكس مالله يعني كتير تعزبنا كتير كان في صعوبة وكمان شفت أنه بيام الشتي بلشته كان في تلج يعني بمشيه المسلسل صلو تقريبا عم بينشغل حوالي السنة وشهرين مرقنا بمخاضات كتير كبيرة لأنه من ناحية اللوكيشنات كتير سقيل تقدر تلاقي عم نهلك واللوكيشن بدك تحاول تلاقي محلات تشبه هديك الحقبة صح هوني هوني الصعوبة أكتر من الأكسيسوريز وأكتر من الملابس صح لأنه بدك ترجع لزمن قديم واليوم البناء كله جديد كله جديد حتى الشوارع أنجأ تقدر تلاقي شارع بهديك العصر صح لأنه الحياة تطورت ولبنان قليل ما بقى تلاقي فيه ضايعة ضايعة صح لأنه الضيعة كتير قريبة من المدينة والتطور صرغيزي كل المناطق صح هاي مش أول مرة بتلعب دور بمسلسل إيبوك كمان كان إلك دور نابوليون الثالث بسرايا عابدين كمان كان دور كتير حلو وكان مسلسل عم يحضروه بكل الدول العربية هالانتشار كمان كتير مهم للفنان وخاصة الفنان اللبناني وهيدا اللي منطمح كمان أنه نصله تصير الدراما اللبنانية كمان بيحضروها بكل الدول العربية لك دور نابوليون الثالث دور نابوليون أنه كنت أنا كضيف بهيدا المسلسل بس حبيت التجربة اللي عملتها بمصر لأنه أنه عم نحكي مصر أم الدنيا يعني اسم الله علي أن يمكن تسعين ومئة مليون هلأ صار اللي بدي يقول الإمكانيات اللي عطته مصر لهيدا المسلسل منطمح شنهار يكون موجود عنا يعني فريق تحضير ناس علاسات ملابس أكسيسوريز ورغم هيدا الشي كله كل الإمكانات بيضل في أخطاء وعجة فكري بيزمته من مشاكل أكيد ما في حدا كامل ولا أن خاصة أنه تيعرفوا المشاهدين هنا يمكن بفكروا المشاهدين أنه مثل ما بيحضروا المسلسل بيتصور خمسة دقائق وخلصوا أنتو عايشين أحلى عايشين بالعكس يعني اليوم يمكن الحلقة الأخيرة تكون تصورت أول حلقة أو المشهد الأخير هو كان تصور أول نهار وبعدين هون لعبة الركار هيدا قدية صعبة أنه الواحد يقدر كمان يكون متابع فما النهيين لأنه أنتو بتصوروا باي لوكيشن يعني هالمشاهد اللي بيها اللوكيشن بكل المسلسل تتصور بنفس نهار ففعلا يعني أنه قدية الواحد بيقدر يكون يعمل بالعمل كله صعبة لك العمل الفني هو أصعب مهنة تقدر تمرسيها بحياتي لأنه أنت مربوطة لمجموعة ناس وكلهم لازم يكونوا احترافية وإذا حدا منه احترافي وعمل جاب بالجوب تبعيت بالشغل تبعه في هايدي الشان اللي موصولي ببعضها بدأت تنكسر سامويل نزبط وللأسف نحن عنا بلبنان صايرين اللبنانية ما كتير احترافية نحن بدنا صرنا نشتغل بأقلة تعب بأقلة ضمير تنقدر خلص أنه عم نعمل شغلنا ومفل وياريت عم نعمل شغلنا مزبوط كرمال هيكي الناس البرفكسيونيست بهيدا الدمان بيتعذبوا لأنه صعب تلاقي الناس مثلك تقدروا يعملوا كل شي مزبوط وبكل تفاصيله كرمال هيكي او إذا صار في جاب نفهم لأنه صعب كتير تلاقي الناس يغطولك كل يعني كل تفاصيل العمل بطريقة احترافية صحيح بيتر حضرتك تخرجت من كلية الفنون بالجامعة اللبنانية وحائز على شهادة بالتصميم من أكاديمية مايكل أنجلو على خشبة المسرح بلشت بالمسرح التجريبة مع شاكيب خوري 12 سنة برمتوا فيها المسرحية أخذنا جوايز كمان كتير بس بتدلك تقول أنه ما نعرفنا يعني للأسف المسرح اليوم كتير بزعل لأنه بحب كتير المسرح ما في مسرحية بتطلع بالبنان بروح بحضرة لأنه لازم نشجع المسرح فعلا يعني ليه هيك انطفى انطفى المسرح ما عم بقلك هو المسرح هو إنعكاس لحالة المجتمع إذا المجتمع عندك فاسد وإذا المجتمع عندك مشقة وإذا المجتمع عندك ضايع وين بدك حالة سقفية وللأسف الدولي يعني في فترة زمنية قرروا يعطوا مسرح ضمن المنهج الرسمي طح قاموا ورجعوا لغو لأنه قال ما في بودجت في بودجت لتسفيد طريق ضيعة بس ما في بودجت تتدري تأسس الولاد من بدايتهم طي يطلعوا عندهم سقافة معينة شو سقافتنا صار بالبلد انت شو بتقدري تعملي بالبلد تقدري تحضر تليفزيون تعد ببيتك إذا ما معك مصاري ومعها بقدمولنا شي أصلا او تدهري تيكلي مصبوط او تدهري تيكلي او تدهري تيكلي تسهري او تدهري تأرجلي صح او تروحي نايت لايف وتشربي وتاخد دراجز هيدا هو المجتمع شو في شي لايكي بكل المجتمعات موجودين هولي قلت عنهم بس فيه فيه بارت تاني بالمجتمع موجود فيه أفلام كتير مهمة فيه مسرحة كتير مهمة فيه فيه مهمين مش تجارية يعني فيه عندك البر والكتر بكل المجتمع الحمدلله نحنا ما فيه عنا إلا المشاكل بالمجتمع كيف بدك تقليلون لهيدا الجيل اللي طالع لعمرهم 15 سنة او أكتر شوي روح حدار مسرحية نا نروح نحضر سواء مسرحية رح يتضحك عليك بقليك لا أنا بفضل روح أشرب كباية بيرة شوف سحبتي ونظهر ونرقص شوي مصبوط للأسف للأسف إذا بترجع على هيدا المرحلة مرحلة المسرحة هيك لأ شو بتردك من ذكريات لكن ما كان يكون بجايبتنا ألف ليرة بتذكر نحنا بالجامعة اللبنانية كان بعني ساكم بالأشرفية كان يومتها بعدو سيرفيس 250 ليرة كان يكون بجايبت ألف ليرة قول أنا ما بدي أدفع منهم 250 روح ماشي روح ماشي بوصل بشي عشرة آية لأنهم منجمع مع كل الدورة تبعيتي بالجامعة اللبنانية ساعتا بنقود لأنه كان دوامنا أوقات للخمسة ستة بعض الدهر بدنا ناكل كيب نظهر كل واحد بيحط نقول 500 ليرة منجيب علبة مرتدال منجيب خبز منقود مع بعضنا ونشقف هالأكل ونأكله هايدي أحلى شي لأنه علمونا أنا حظي أنه مرأت مرأت مع أهم أساتذي بالجامعة اللبنانية كانوا آخر سنة عم بيفلفلوا علمونا هوا دول الأساتذي أنه تليفزيون هو لعبة 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 فيك تعملي حمودة كيف حمودة بومي بتتذكري هايدي الدعاية شو ناقصة ناقصة بومي في أسخف كان من هيدا السلوغان صارت المرأة معروفة وين ما كان اليوم أنت الشهرة فيك تطلع في عندك على الفيسبوك اللايف ستريمين مظبوط هلا هلا تطلع بتعملي شو أنك أنت عم تلبس الأندروير طبعي بتصير أنت نمبر ون على السوشيال ميديا يعني الشهرة فيك توصلي لبي سواني إذا الواحد بده يعني نحنا هدول الأسات زي علمونا أنه نسو التليفزيون المثل الحقيقي ما همه أنه يعرفو الناس ما همه أنه يمشي على الطريق هو الباسيون اللي بعيشها شغف الدور اللي عم بتأديه على خشبة المسرح بده يأكلك مش يعني بده يأكل من جسمك بدك توقع على الأرض بدك تتخزق نفسيا بدك دايما بحالة كأنك كل يوم عم تشتغلي كنفا عم بتطرزي هيدا الدور كل يوم بعد يوم تتوصل آخر شي هيدا اللوحة وتنبصت فيها وتعملي لكادر وتعلقيها على حايتك المسرح التجريبة هو باجاج كتير حملته على ظهري سنين اشتغلنا فيه بعرق جبيننا نحنا نعمل ديكور المسرح نحنا نطرش نحنا ما يكون معنا أكل نجمع من بعضنا نأكل وآخر شي ناخد جويز برا بس للأسف باللبنان ما ناخد ولا جايزة ما نتكرم هون كنا نحنا ندفع التكتز نروح نسافر واو للأسف يعني وما بقى فينا نقول الدولة ما عملت لنا شي للأسف يمكن كمان نحنا ما عملنا شي للدولة الشعب اللبناني ما عمل شي للدولة الشعب اللبناني طالما رأسه اقطاعي وبعده اقطاعي وما حدا يقول لا طالما ما رح نضلنا لاحقين السياسة ابن البيك لفلاني يعني عم نرجع عم نقول نحنا هلأ عم نعمل مسلسل 1939 وعيك تفكر انه تغير شي بالمنثالة اللبنانية بالعكس هلأ لأسوأ هلأ في اقطاعية وفي طائفية بنفوسنا اكتر بكتير من هديك العصر للأسف صحيح اول دور مثلت فيه كان مع المخرج نجدة انزور اي تتذكروا؟ اكيد اسمه المسلسل الطوايبة اخوة اخوة لا اول مسلسل مش مع نجدة انزور اول مسلسل كان مع باس الخيات اسمه الطوايبة 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 كنت كابتان فرنساوي حاكم سوريا ايام الانتداب لحقك لحقتك هالأدوار من الأول كمان كان دور كتير حلو بتذكر اول مرة اول مشهد عملته بسوريا كان مع الممثل ايمن زيدين وطلحت حمدي الله يرحمه نعم واللي هو ممثل كتير ادير بسوريا هلأ اتوفه بتذكر كتير منيح انه فايت على المشهد وعم بمثله بمنطقة اسمه سويدة بجبل دروز بسوريا قاعد طلحت حمدي مع ايمن زيدين عم بيلعبو عم بيلعبو شطرانج شوي انا بفوت عليهم وكل الناس حواليهم هني كانوا زعمة بهديك الحقبة وبيقلهم انه حركتين والملك بيموت خلصنا المشهد بتذكر كتير منيح الله يوجه له الخير وانشاء الله نفسه تكون بالسماء طلحت حمدي بيرفقني لبرا بيقلي بيتر انا قلت شرف انه انا اشتغلت معك وهو نجم بسوريا وبالعالم العربي انا بمبسط وتبليئ الشباب عندهم الكريتيريا تبع الممثلين بر بر انه برافو الله يوفقك انا يوم متى حسيت حالي عم طير عن الارض لك رمز التواضع الممثل الحقيقي ما بيخاف من الممثل طالع من جيل جديد بيعطيه كريدي بيدعمه الممثل الفيك هو اللي بيحاول يكسر الشخص اللي قباله حتى يقدر هو بس الايجو تبعيته تضل عالية ويقول انا وانا وانا فيه بلبنان الممثلين بتعطي كرادت قليل كتير قليل كتير لقاتلنا نحنا بهذا البلد الايجو وقال لك انسياء صار عنا بلد رح نتوقف مع بريك علينا ونرجح تابعين معكم مستمعين ومتبعين أيضا مع ضيفنا السمعان اللي كان يزور ع ideological المدرسة هو سكر ههههههههه شو عن pattern بالقنا mortgage هههههههload ايه بتذكر چذي زيام ايه كيف يعان تزوره مما يعني مرة ما بتعرف الولد انو الكرانات كانو يعطوك إياه لاتسي انو انت جايبي سانك ايه حطي قبل منا واحد مرب كانز صح ولا انا بنزري انه هيدا الكرانات ايه يعني هيدا هو ما فيه سجلات قبل. شوية رحت اقل انا بكلب براقة. ايه. وقال الله عاطيني هيدا هيك البيبي فيس ازا بدي. قلت له السيز انتم غالبتين ليه بالجمع. ايه. انه مسام بدل تسعين هو لازم يكون تنقول مية وخمسة. ايه. قال لي هيدا نشوفها. شوية بيجي لعندي من ورما هيدا. عاطيني مكتوب. لا اهلا. لا اهلا. حساب. ايه. اكيد. اكيد. اه. ما عطيت المكتوب لأهلي. اه. ويومتها. ريتو. اه. مش مش ركيك اكيد يعني. ايه. وانه مطلوبين على اجتماع. ما عطيتهم المكتوب. خزقت المكتوب. اه. اللي صار انه حاولوا يدقوا لأهلي. ما كين في تليفونات بعد. اه. سليلات. ايه. رقم تليفون ما يعلي. ما بعرشو صار. بيقوم بيبعثوا خبر مع رفيقي بالصف. اللي هو قاعد حد بيتي. انه تيقول لأهلي. يجو على المدرسة. انه يجو على المدرسة. هوني انا مقدرت برطلت الرفيقي. ايه. وقعت المشكلة. وقعت بمشكلة. وراحوا اهلي على المدرسة. واكلتها قتلة. وتكسر علي القضيب. اه. بس بدي قللك شغلة. الاستاذ اه. الله يوجه له الخير ما بارف ازا بعده عايش. بس ازا بشوفه اليوم. اه. بخبته قتلة. ليش ما انت حق عليك. بعرف. بس تتشوفي اسلوب التعليم بهذاك الوقت. الغلط. الغلط. بدل ما اكلتها قتلة. قدام كل الصف. بعد الحديث اليوم حائد عليه. شو هالشو هالتربية الخاطئة. اكزاكلي. اللي بعدها بتقسل عن اليوم ما بتنسى هيدا الموضوع. ولا ممكن انسى وبنفعل. هلأ انا سعم خبرك مفعلت اول شي اتضحكت. هلأ عصبت. انه باي حق. طب اوكي انا غلطت. بس باي حق تضربني قدام اسحابي. ولاش بيقوله ولد. ملاش انت عم بي عم بتنمي شخصيته لهيدا الشخص. كيف تضربه. مضبوط. كيف بتبهت لو قدام كل الناس. هيدا الشي ازا بديك بعد فيه انجر جواتي من تيجي. هلأ كنت مشاغب بس كنت غنوج البيت كمان. ايه. والمهرج وكل هيدا والطباسي. ايه. كانوا ينطروني تا نقعد واقع بلهم حركات. ولكن حتى ايضا هلأ بين اصحابي بحس حالي انه انا اكتر واحد بسمع. وانا اكتر واحد ازا هني عندهم مشاكل او قصاص بسمع لونو بحاول. تاخد بتاعت. ايه وهالرجلون شوي وضحكون شوي. اه عكس ما انا 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 صعب كتير احكي. ما بعرف يمكن ما ما تعودت احكي. يمكن لانه اه وقت اتففوا اهلي من من سبعة عشر سنة لحديث اليوم. اه انه انا عشت لحالي وعملت هيدا القوكعة حطيت حالي كيكة. مية بالمية وصورت ازا بدك انا اوتو كنترول على كل شي انا ديوي حالي بحالي. اه بس في كتير شخص مثلا مرة تلاقيت بشخص بفرنسا بيتعاطى بالمديتاسيون والتأمل وهالاشيا كلها سوا. قلي عندك دون عندك مقدرة انك تقدر تساعد الناس. ليه ما بتستغله. ما بتعرفي يمكن شين نهار يصير اه. نايم. موزير. لا انه صير يمكن انه. تتغير بحياة يعني الواحد لو غير بحياة انسان واحد بيكون عامل خير بمحل معين. اه اكزاك. لانه لانه منبلش متل ما بتقول مطر تريزة بلشو من حواليكن من اللي حتكن. مش ضروري تكبرو فيكن تبلشو من حواليك. مع انه ما تتخيل وقتا بتكون انت عم بتساعد حدا وحدا حامل مشاكل على كتافه. ما تتصور المشاكل اللي انت بتحمليها وقتا تفلي من عندها هيدا الشخص. لانه بصير في. ايه. لانه اه الاشخاص اللي بيتعاطوا مع اشخاص بكتير حقيقة اه مش ممكن هن يكونوا مزيفين. يعني بيحملوا هيدا المشاكل كأنها مشاكلهم. صحيح. رح نقطع على هيك مجموعة من الاقوال اللي انت اه صرحت فيها. ما بتقلت مرة انه ما بتسمح حدا يجرحك. كيف تحمي حالك? اه لك اه قبل. يوم الانسان الحساس ادمى كان ادمى كان. لو ادمى انه انا قوي واعتبر حاله انه هو لا يخرق. الا ما يمحل معين. اه ببرم دهري وبفل. اه لك اه لانه انت ما بقى بزمن مواجهة. وزمن مواجهة بيخلي بيخلق مشاكل اكتر. اه لا بتبرمي دهريك بتفلي وبتاكسي. خالص. شو تفورني لاباش. خالص. بتبرمي الصفحة. اه انه شو بدك تخسري بحياتك. انا امي وخسرتها اللي كانت اهمة شي بحياتي. سو من وراها كل الخساير اللي عم اه ممكن تجيني بقدر اهدمه. صحيح. اه مين قالك ان شاء الله التراب اللي بايدك يقلو بذهب. امي. اخر جملة. اخر جملة. اخر جملة اه. اه. قبل ما تتوفى الله يرحمه. الله يرحمه ونفسه بالسماء. انا متصلح كتير مع الموضوع. اه بتعرفي بتتصلحي مع الموضوع. اكيد. بتصيري بتواجهي بتحكي معه. ام. انه هاي دي حقيقة كلنا بدنا بدنا نوصل. اه. واللي بي امن انه في حيات تانية لابد انه ما. دغرب يقدر يوصل لهالسلام الداخلي. اكزاكلي ويقول انه اه. الحياة. ساعدك الامان بحياتك. دفنت لي واقلا ما كنت ما كنت اه. ما كنت قدرت اتخطيت. انا كنت في عندي مجال كتير تروح لمحلات كتير سيئة بحياتي. نصبا. وقلت انك كمان جربت. ورح طلع بمحلات. وطلع بمحلات. رح طلع بمحلات انه انه كان ممكن انجر وروح. بس انه ازا بدك انا مع الواحد يتمخط بحياته. واخر شي بتطلع انت بتطلع هال. هالخلطة. هالخلطة السحرية الوحيدة اللي بتشبهك انت. صحية. اه. قلت ايضا ما بتحب الفراغ. ما بتحب الاحساس بالفراغ. امتى بتشعر بالفراغ? لما تبتعد عن الساحة الفنية? لما تكون لحالك? لما تلاقي انه اصدقائك تركوك? امتى تحس بالفراغ. بتصدق وقتها ما تكون عم حدر دور جديد ويخدلي من راسي وتفكيري. بحس بفراغ اتل. انا هيدا عالمك. عندي الشغلة تانية واللي بحبه كتير كمان. بس تركيب الشخصية وتركيب الدور وعيونك وين بيروح ودماغك. وطريقة البحث اللي بتكوني عم بتعيشيها. هادي شغلة كتير كتير قوية خلاص. دماغك هيك يصار مبرمج. ديما بتعيشي بجلد شخص تاني. هيدا هون الفراغ اللي بحس حالي انا موت. وتما بكون عم بحضر له. بتخاف يوما ما عندك هيدا الخوف يوما ما انه تصير بعيد عن هيدا الساحة لأسباب ما بعرف شو هي. لانه اليوم الكبار كانوك نجوم بفترة. وهلأ تراجع. لانه ديما في جيل جديد. تخاف من هالمرحلة ولا بتحس انك تكون وصلت لمحل صرت في. لكن هيأ حالي لها المرحلة. يعني من زمان بدلك شغلة. من انا من خمس عشر سنة مهيأ حالي لاني ختير. لانه تتقبل الوضع. ما في بوتوكس ما فيشي. قصدي بعدين ما بتعمل. بلا بلا. لازم لازم اعمل. لا لا بس قصدي النفسية انه والجسد حتى لو زبطت وجيك. بس اذا الجسد بده سبار بده عينيه بده غزة. يعني والتعب الفكري وال. هو انه مع الايام بصير تتقبلية اكتر واكتر. صحيح. اه قلت انه افضل ممثل هو الممثل المناسب في الدور المناسب. دفنت لي. يعني اليوم ما في اوقات اوقات يمكن انت تنظلم بدور ينعطاكي. دفنت لي. ما قولت لك بده لك شغلك. كل الممثل بعمل معين. اذا العمل ناجح. هو اه اه هو الاول. ما في عندك هيدا التصنيفات انه هيدا الممثل الاول وهديك الممثل التاني. يا جماعة. ايجو روقوة عحالكن. اه اه. لك امريكا. في عندك انفينيتي من المثلين الجون برميه. صح. ليش ما بيقولوا انه فلان الاول وفلان التاني. كل واحد عنده جمهوره. كل واحد عنده جمهوره اكيد. خلينا نطلع من هيدا العقدة بالمنطقة العربية. وازا بدك من العقدة اللبنانية اللي الايجو شوي. بس منحسة عند الممثلات اكتر من الشباب. لا ما ما تستهوني بالشباب. في كتير ناس عندهم مي مايسيلف اند اي. هنزاد. ايه انو. بدون يرقوا على وضن. وبالنتيجة لو دامت لغيرك لما وصلت اليك. مية بالمية. يعني ما انت قبل ما انت كنت نجم. في غيرك. في غيرك كان. في غيرك كان الهبل كنا عمنا. طول لي بالك. اعراف نقي ادوارك. وعراف تبني للمرحلة اللي جاي. العمر غفلة. صح. مبارح كنا عمرنا عشرين. اليوم صار عمرنا اربعين. بكرة بالخمسين شو بدك تعمل. صح. رح اتضر لك تقول انه انا النجم منضلك عيش بهالبابل. ما حدا بيدون بهيد. ابدا. المهم انك تعملي دورك وتنجم بدورك. نقطة. بتعتبر انه الفنان اللي بنجم بنجم لازم يستقيل بمرحلة النجومية. او يبتعد. لكن في اوقات الواحد بيصير نجم بس ما بيكون ممثل. هيدا بتكون مرحلة زمنية تقطة. صح. عمل عملين وبينكشف. بس النجم الممثل هو اللي بيدوم. يعني ما بقى بتصير النجومية بطريقة الصدفة. سو كرميل هيك انه النجم الففاش اليوم ما بدي جيب سيرة حدا تنقول عرضة ازياء بيقولوا عنا نجمة. طب بس بشو نجمة. شو عملت? انه قاعدة بالبانيو. ايه. عم بتحمم حالة. ايه. انه هل هي هوني لانه هي. ايه بنا نعرف النجومية يمكن صار لازم مصطلح النجومية يتم اعادة تعريف بطريقة جديدة. ما بقى عم نفهم. ملاحظة اقلا حدا صار بيطلع بيسمون نجم النجمة. القاب القاب غريبة. لك اشو هيدا? لا مش معقول. مش معقول. ايه. ايه. لانه صار ميم مكان اليوم نجم بمجرد ما يعمل اه شو مكان. انت جريء بيتر. ايه. وجريء ان كان بادوارك ما عندك مشكلة تاخد دور جريء. اه تصريحاتك جريئة حتى انك قلت كمان مرة بسمح لبنتي انه تمارس الجنس قبل الزواج. دفنت ليه وبعدنا عند هيدا القرار. شو يعني هيدا طبو بالمجتمع. يصف له. في ناس ما بتتقبل. لاحظة. الكل عم بيعمله من تحت لتحت وساكتين. صح. لانه بيتر سمعنا طولها حكي بالموضوع صرت انا ما بسوا. روحوا شوفوا شو عم بيصير. صح. روحوا شوفوا الناس اللي مجوزين شو عم بيصير. مية الحقيقة. وهيدا المشكلة. هيدا المشكلة. ما يعني دايما 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 حاطين قناع. ايه احلى. بكرة بنتي تتجوز وتلاقي مشاكل مع جوزة. هلأ وتبقول انا بس يعني انا مع البنت انه تعمل علاقة مع شريك حياتها قبل ما يتجوزوا. اكيد بيكون مشروري تكون العلاقة كاملة. بس اتليست يحسوا انه هل هيدا الكابل بيقدر يكون مع بعضه. او لا. جسديا او لا. يا مع ازواج اختلفوا وطلقوا بسبب هالامور. اكزاك. بالتحديد لانا ما قدروا يكونوا منسل جميع. نصفوا عرضة على السوشال ميديا انه لايكو هيدا كيف عم بيحكي. هذا الفاسق. هل انا فاسق. كتير مغلق. لا او انك فاسق. لا انه هل انا فاسق اذا بعبر. او انك رأيي. عن مشاكل المجتمع بطريقة هل ادي واضحة. وانا من رأيك. يعني بدكن ياني. لا. لا حبيباتي. المجتمع لازم تضلكن سوا مع بعض الاطلاقي دا. ضربونا في السكون. ما تبوسة الا بعد الزواج. راح اللو عنا ايه. ام بقى. شو يا ناعم. راح ننتقل للبارت التاني اللي كمان اخد جزء من حياتك اللي بتحبه كتير وهو التصميم. اوكي. انت كمان بتصمم ازياء. اغلبية المطاعم اللبنانية كمان. صممت ملابس تاقم عملها. لاته مسلسلة استورية للمخرج. نجزة اندور كمان. شغفتان هايضا. صح. اكيد. و انا قمت كونسلطنت بكاسبر انجامبينا. زي شركة مطاعم. اه. 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 كل شي كرياتيفيتي. اه. ليه ما بتعمل الفاشن شو? لانه ليك اه. يعني ما لابست رجالية ولا كل شي? كل شي. كل شي. كل شي. طب حلو. حلو بس بدك شقفة حالك مئة الف شقفة. اه. يعني الواحد بدي ركز على الشغلة. بدك يعني انا انا ارادة حامل عشرة طريف بطيخة. اه. والتمثيل تمثيل غرامة. خلص. عالم. عالم. عالم تاني. هيدا العالم. عالم الريجي والتحضير والبوست بروداكشن والبري بروداكشن. هيدا اتس مايوورد. هيدا شغفة. جربت المسرح. جربت التي في وجربت السينما. لما عملتو كمان فيلم غنوجة بايا يوي. شو اخد عزو رهنوجك. كان اكتر فيلم لبناني من وراها اجت نادين لابكة سبقتنا بالارقام. نعم. بس بوقتا كان هيدا الفيلم اللي كسر الارقام. اه. الياسية بعدد المشاهدين. نريت تبارسونا بعدك على اتصال انت وياها. اكيد. وبعتت له هنتنا. مرح ترجع. اشتقنالا اشتقنالا بشدور. والله اشتقنالا وما بتعرفي. ما حدا بيعرف. ما بتعرفي شو بيصير. لكن انا بقول طالما انت كنت مع شخص بكل حب وخلاص. ومعزة. وانت كنت صادقة. هو كان صادي. واتنينتنا ما حدا ازدتاني. بيبقى هالشي. بيبقى هالشي. العلاقة شو اليوم. اليوم انت وخيك. ازا انتو كتير مناح ما بعدكن. وما حدا ازدتاني. راح تلاقوا حد بعدكن. بس ازا حدا بلشي خربت مع التاني. حتى لو خيك بتقولي عندو حياتو عندي حياتي. كيف بين الاصحاب. انا بحرص بكل علاقاتي. وحتى لو بكون ااخد قرار انه انا ما بقى بدي اتعامل معيك. بحرص انه انهي العلاقة بطريقة كتير نظيفة. ببرم ظهري وبمشي. لانه. لانه. لاني اليوم ما عندك ما عندك الا اصدقاء ما عندك اعداء. دفنتلي في اعداء. اكيد في ناس ما بتحبني. واكيد في ناس بتكرهني وبتكره نجاحي. بس انا كرميل هيك بعيدة عن الوسط الفني. ما عندي صدقات بالوسط الفني. عندي علاقات عملية. بس مش صدقات. بحترم الكل. لانه ليك جربت واكتشفت ما ممكن حدا يحبك اكتر من حاله. نعم. كأيجوايز. هلأ ليك بالحياة العادية مش لازم الواحد يحب التاني اكتر ما يحب حاله. لازم الواحد يبلش بيحب حاله. بحب حاله اكيد. ويرجع يحب الاخر. بس بالوسط الفني وبالمجتمع الفني دايما في الايجو اللي ممكن تهدم الاخر. يعني انا اكيد بحب حالي بس ما بيأذيكي. يعني ما بقول انه. لأ لأ مش ميحة ما تجبوها لهالدور. يعني ما بقطع بيرزق احدا. صح. وقليل تتلاقي بهدا الوسط انه حدا ما يقطع بيرزق احدا. قبل ما هيكي لانه الوقت سار على الاخر بس حابة اعرف شغلي. اه قصة الاسامة. ايه. بالمسلسلة. صح. اه ليش بيصير في خلافة عليها? وانت طلبت انه ما تنحضم بطولات. اكيد. يعني نازل اسمك بالاشتراك صح? انا. اه لا. اه لا. اه اسمي اخر اسم بالجنريك. نعم. والنجم بيترسون. والنجم بيترسون. اقول لك شو صار. انا اه من احداشر سنة اتناعشر سنة لحديث اليوم. وقتها طلعت من وراغة النوجة تبيض. ضغري تاني عمل صار اسمي بكون باول اسمي. نعم. انه صار هيك بتمشي الامور. صار عندي حالة معينة وصرت انا نجم. وبرهنت الايام انه حمد الله انه انا في محلات يمكن كانت دعسي ناقصة بس في محلات كتير في في اكتر من دعسي لقدة. اه. سو خلص اسمي ببينزل بالاول. بس بحالات مثلا متل هيدا حالة المسلسل. اه بما انه حطين اه رامي عياش في امير الليل. وبعدين الادوار. انا طلبتنو بما انه انا اسمي مش من الاول. انا اسمي بينزل اخر اسم من وراء ما يقطعو كل الاسامة ختموها مسك. النجم في ترسمها. اكساك. يعني في عندك هيفا وهبة عملت مريم. نعم. كان اول اسم في مريم اخر اسم كان خالد النبوي. نعم. سو هيدا فورمان متعرف عليها عربيا وصرت معروفة. بيتر يعني الحديث معك بطول. وقاد ما حكينا يعني حديثك كتير حلو. تانكو. وابدي ارجع اكرر المبروك وقلكن مبروك على نجاح مسلسل. لانه لهلأ بعدنا بالاول وشايفين انه فعلا الناس عم بتحبوه وعم بتتابعو مسلسل امير الليل عم ينعرض من التنين. للخميس. الساعة تمانية ونص بعد الاخبار. وبوعدن للناس القصة بعد ما بلشت. الحكاية جاية. الحكاية جاية. انا لسجلت لكم الدعاية. اه عم تحكي جاد. هيدا صوتيك. امير الليل. عم تحكاية جاية. لا عم تحكي جاية. لا عم بلك بوعد الناس انه بعد ما يعني المسلسل بعد. بعد ما بلش خلية نقول. مش حكاية واحدة. في حكايات. في حكايات جايين. وينطروا. ويشوفوا. والقاتة اعظم. والقاتة اعظم. بيتر سماعان شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لاليك. شكرا للمسلمعين. وراديو دلتا هي من ضمن الراديوات اللي انا بحبهن كتير. وبحسها لوقتها بيجي بحس ببيتي. شكرا لالك بيتر سماعان. اتمنى لك كل النجاح. وانشاء الله بتحقق كل اللي بتتمنى. وتظل دايما نجم نجم نجم. مش بس بالمسلسل كمان بهذا الاخليق الحلوي. شكرا لالك. شكرا للكم مستمعينا على متابعتكم لالنا. نحن مبعدنا بيتجدد السبت المقبل بنفس الوقت. كانت معك ورانا خوان عبر الاخراج الازاعي نعيم. مرسي نعوم. تانكيو. ومتمنى لكم ريكاد حلو.